وبعد غزوة بدر وفي العام الثاني لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال العلماء إن علي رضي الله عنه جاء يخطبها فقال له صلى الله عليه وسلم هي لك على أن تحسن صحبتها هي لك وافقت بشرط أن تحسن صحبتها أن تحسن إليها وتم الزواج بفضل الله عز وجل وانتقلت سيدة فاطمة رضي الله عنها من بيت أبيها إلى بيت زوجها وتحولت من ابنه طرع أباها بل لقبها المؤرخون بأنها أم أبيها رضي الله عنها وأرضاه إلى زوجة صالحة لسيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه قال أهل السير إن بيت الإمام علي كان بعيدا عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أحد الصحابة وهو حارثة ابن النعمان ووهب لسيدة فاطمة ولسيدنا علي بيتا قريبا من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلم هذا الصحابي بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنهما أجمعين أيها الإخوة السيدة فاطمة تزوجت سيدنا علي رضي الله عنهم وهو فقير لم يكن سيدنا علي غنيا وإنما كان فقيرا وتحملت السيدة فاطمة رضي الله عنها مع زوجها هذه الحياء البسيطة المتواضعة وكانت تعين زوجها وكانت سندا له وكانت في ظهره وهي بنت من؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ويروى أن سيدنا علي رضي الله عنه قال لأمه سيدة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها قال يا بنيتي أو قال لها يا أمي تكفين فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم تكفينها عمل الخارج وهي تكفيك عمل البيت يعني إذا احتجتنا إلى شيء من الخارج كسقي الماء أو قضاء حاجة من هنا أو من هناك أنت يا أمي تفعلين ذلك وفاطمة تكفيك العمل داخل البيت وكانت رضي الله عنها حريصة على مساعدة زوجها والقيام بعمل بيتها وجرت بالرحة حتى أثرت الرحة في يدها وكنست البيت حتى غبرت ثيابها وعملت حتى تعبت وذهبت لتشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجده ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته زوجه السيدة عائشة رضي الله عنها بما كان فجاء سيدنا علي رضي الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت سيدنا علي رضي الله عنه وجلس بينه وبين السيدة فاطمة رضي الله عنها وقال ماذا أردتما؟ قال أردنا خادما خادما تعين السيدة فاطمة في عمل البيت وكذا فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على ما هو خير من خادم إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فذلك خير لكما من خادم قال العلماء ما وجه الخيرية؟ السيدة فاطمة طلبت خادما لأن عمل البيت يتعبها وتعبت من عمل البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدها إلى الذكر الله والتسبيح والتحميد والتكبير قال العلماء لأن في التسبيح والتكبير والتهليل وذكر الله عز وجل يعطي هذا العمل قوة روحية وقوة بدنية للإنسان فيعمل ما يريد من الأعمال الشقة دون أن يشعر بالتعب ولذلك أمرنا عند لقاء العدو بكثرة ذكر الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فذكر الله يعطي الإنسان قوة ويعطي الإنسان نشاطا الإنسان إذا استيقظ من نومه فذكر الله تعالى إن حلت عقدة من العقد فإذا توضى إن حلت عقدة فإذا يعني صلى إن حلت عقدة أو إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان هكذا وفي رواية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على سيدنا علي والسيدة فاطمة قائلا ما كنت لأعطيكما وأدع أهل الصفة تطوابطونهم لا أجد ما أطعمهم يعني مع هذا الحب لسيدة فاطمة رضي الله عنها إلا أنه صلى الله عليه وسلم يقول لها وهو العادل صلى الله عليه وسلم أنا عندي فقراء أهل الصفة فقراء الصحابة الذين لا أجد ما أطعمهم أنا أعطيكم خادما وأترك هؤلاء لا أجد ما أطعمهم ولم يعطيهما صلى الله عليه وسلم هذا يبين لنا مكانة الرحمة بالبنت أو مكانة الرحمة بالمرأة مكانة الرحمة بالسيدة فاطمة ومع ذلك الحزم في المقابل في ذلك وأحيانا تقتضي الرحمة أن يشتد الإنسان وأن يكون عادلا وهذا ما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله دائما كان عادلا في كل تصرفاته وأفعاله ويتضح ذلك في هذا المشهد أيها الإخوة سيدنا علي رضي الله عنه السيدة فاطمة رضي الله عنها كان زوجين لكنهم لم يكون أي زوجين إنه علي رضي الله عنه وإنها فاطمة رضي الله عنها وقد قيل في المثل من أراد أن يتزوج فاطمة رضي الله عنها فليكن علي رضي الله عنه وأرضاه إذن كأنهما كان زوجين يضرب بهم المثل في حسن الخلق ويضرب بهم المثل في حسن التباعل وحسن إدارة البيت بيت سعيد من بيوت المسلمين شكرا